انفجرت قنبلتان بجوار محطة وقود في ميدان الحصري بالحي السابع بمدينة 6 أكتوبر ما أصفر عن تهش مواجهة بعض المحلات دون وقوع أي خسائر في الأرواح فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة لمكان الحادث للوقوف على أسبابه وقام أيضا خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة تحسبا لوجود أي قنابل أو متفجرات أخرى كشفت التحريات الأولية أن منفذي الحادث أعضاب ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي